لا تختلف كثيرا تقلبات الأوراق السياسية في البيت السني عن نظيره الشيعي على مر سنوات ومع انخراط العراق السياسي في نهج تقاسم الكعكة العرف المتوارث بين كتل وقوان سياسية وإن ظهر بعضها بالشكل المستقر خارجيا إلا أنه نهج يخفي صراعات ونيران مستعر داخل صفوفه وفي أبوابه الخلفية يطفو على السطح مجددا تأزيم الخلاف بين تحالف السيادة وتحالف العزم وكلهما ينخرط بتحالف إدارة الدولة استقالة سابقة تقدم بها النائب ليث دليمي عن تحالف العزم وقبلها الحلبوسي بقرار إنهاء عضويته لم تفلح التسويات السياسية في داخل البيت السني على ما يبدو وتلك وجهات نظر يشدد عليها مقربون من حراك تحالف إدارة الدولة بين شقيه وعلى اللسان محللين وصفوا المعادلة بما يشبه النزاع على النفوذ والمصالح السياسية للوصول إلى تحقيق ما يصب إليه أي من زعماء التحالفات السياسية في البيت البرلماني على وجه الخصوص الصراع القائم هنا هو ليس صراع سياسي ليس صراعا على التمثيل وإنما صراع على المصالح الشخصية وصراع على الاستثمار في المال العام ولم يتوقف غليان النفور بين الشخص التحالفين بعد موجة صراعات حادة سبقت التئام التحالفين وخير دليل على ما يوثقه نواب سابقون تحدث منهم مشعان الجبوري عن شجار حاد بين الحلبوس والنائب سالم مطر تسريبات تؤكد وجود زلزال قد يصل إلى انفراط تحالف إدارة الدولة المؤلف للحكومة مراقبنا دقوا جرس الإنذار بما يصل إلى التأثير على الجسد الحكومي سيما مع وجود توتر المشابه في البيت الشيعي وفي داخل الإطار التنسقي ما يعني أن الكواليس تخفي مفاجآت لا تخدم الصالح العام وتحقيق تطلعات الشارع ببناء بيت سياسي المستقر بل إنها حلقة جديدة من مسلسل النزاعات والنفوذ والمصالح لم تزل حليفة المشهد السياسي بقطبيه السني والشيعي في البلاد وليس بعيدا عن صراعات داخلية في البيتين السني والشيعي فما يحدث من تنافر في الملف الكردي الكردي يرفع مؤشر التحذير من هدوء حذر قبل عاصفة قد تؤجج الصراعات إلى ما يعرقل مسيرة الحكومة حديثة الولادة والتفاقم الأزمة السياسية التي لم تخرج من فوهة سدادها إلا من فترة قصيرة لم يتنفس العراق فيها الصعداء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة